مرحبا يا رفاق انا ادعى هدير في العشرينات من عمري وهذه اختي رقيا تصغرني بعام نعيش مع امي فقد توفي ابي منذ سبعة اعوام وترك لنا جميع نقوده وشركته واصبحت امي مديرة الشركة من بعده اتيت اليكم اليوم لأقص عليكم قصتي فهل انتم مستعدون اذا هيا بنا في احد الايام استيقظت على صوت صراخ امي استيقظي هل ستظلنا نائمة طوال اليوم هكذا هيا عدي الافطار لنا اليوم اطلتي من الجامعة لما ساستيقظ مبكرا لتعدي لنا الافطار فانا لدي عمل في الشركة هيا انهدي حسنا استقمت من على السرير وذهبت للمطبخ سريعا اعددت الافطار وحين انتهيت اتت امي ورقية وبدأت تتناولان الافطار قالت امي لا تكرر ذلك مجددا يجب عليك الاستيقظ مبكرا حتى بيوم عطلتك لتعدي لنا الافطار اومأت لها وقالت رقية امي كنت اريد ان اطلب منك شيئا بالتأكيد يا عزيزتي ماذا تريدين لقد اصدرت شركة ابل منذ يومين ايفون جديد وانا اريد شراءه بالتأكيد يا عزيزتي سأحضره لك ولكن يا امي لقد قامت رقية بشراء ايفون الشهر الماضي هذا ليس من شأنك ولا تتدخل فيما لا يعنيك هاجل ليس لدي سوى رقية واحدة افعل لها ما تريد وتوقف عن الحديث صوتك مزعج بالنسبة لي اومأت واستقمت من على طاولة الطعام وذهبت الى غرفتي بحز فدائما ما تقوم امي بفعل هذه الاشياء معي لانها تفضل رقية عني لا اعلم لما تفعل هذا ورقية تستغل حب امي الزائد لها وتطلب اشياء كثيرة بعد دقائق سمعت امي تناديني قائلة هيا يا هدير قمي بغسل الاطباق وتنظيف المطبخ وساذهب للشركة الان وعندما اتي اريد رؤية المنزل نظيفا هل فهمتي؟ حسنا سافعل هذا جيد اذا اردت شيئا يا عزيزتي اتصل بي على الفور بالتأكيد يا امي انتبه على نفسك حسنا وانت ايضا غادرت امي المنزل ونظرت لي رقية وقالت لا تنسي ان تقومي بتنظيف غرفتي وغسل ملابسي الانت ساعديني اليوم في التنظيف؟ هل جون انت؟ بالتأكيد لا انا لا افعل هذه الاشياء قمي بتنظيف حذائي جيدا فانا ساذهب لمقابلة اصدقائي انهت حديثها وذهبت الى غرفتها فبدأت في التنظيف وذهبت رقية لمقابلة اصدقائها في المساء جاءت امي من العمل فقالت لي هين رقية لا اراها في المنزل لقد ذهبت لتقابل اصدقائها ظننت انها اخبرتك بذلك قبل ذهبك للعمل لا لم تخبرني حين تأتي اخبريها ان تأتي لغرفتي في الحال ذهبت امي الى غرفتها وابتسمت معتقدة انها ستعاقبها على خروجها دون ان تخبرها وبعد مرور الساعة اتت رقية المنزل امي تريدك في غرفتها الان لماذا هل حدث شيء لا عالم اذهبي اليها وستعلمين اومأت لي ودخلت الى الغرفة وبعد لحظات سمعت صورة خروقية وخرجت من الغرفة وهي تقفز بسعادة وتقول يا الهي انا لأو ذلك انظري يا هدير لقد احضرت لي امي الهاتف سعيدة لاجلك يا عزيزتي اتمنى ان تكون المفاجأة اسعدتك احبك كثيرا يا امي وانا ايضا يا عزيزتي لقد ظننت انك ستعاقبنها على خروجها دون اذنك بالتأكيد لن اعاقبها رقية تفعل ما تريد عنقتها رقية بسعادة وذهبوا الى الغرفة وتركوني منصدمة مما يحدث باحد الايام حين كنا نتناول الغداء معي قلت امي غدا يوم ميلاد صديقتي يجب علي الذهاب كنت اريد بعض النقود لشراء هدية لها وعندما تذهبين من الذي سينظف المنزل ويعد الغداء لنا رقية يا امي فهي لا تفعل شيئا في المنزل وهذا يوم ميلاد صديقتي المقربة يجب علي الذهاب لقد اخبرتك مئة مدى انني لا اقوم بفعل هذه الاشياء كما يكفي ان ترسلي لها رسالة عبر الهاتف بدلا من ذهاب اجل اتفق مع رقية كما اني ليس معي نقود لتحضيري لها هدية ولكن يا امي لا يوجد لكن لقد انتهى الحديث وجدت رقية تبتسم لي بخبث فاستقمت وذهبت الى غرفتي وبدأت ابكي بسبب معاملة امي السيئة لي وقررت ان ابحث عن عمل ولن اخبرهم بذلك وبالفعل اتطلع يومين من الشركة ونسافر سويا هل سأتي معكم؟ لقد قلت اسافر انا وامي فقط او مأت لهم وقالت امي ساتصل بماجد مدير الحسابات ليأتي واخبره بالعمل الذي يجب علي انهائه ونسافر في الصباح فكرة جيدة يا امي وبالفعل اتصلت امي بماجد وخلال الساعة طرق باب المنزل مرحبا بك تفضل امي تنتظرك او مألي ودخل اعتذر لانني طالبت منك المجيء في هذا الوقت ولكني سأسافر غدا انا وابنتي وكنت اريد اعطائك بعد الاوراق لتنهيها بالتأكيد هل هذه ابنتك؟ اجل انها رقية ابنتي تبدو ذكية مثلك كثيرا لماذا لا تعمل معنا بالشركة؟ انها الصغيرة ولا تعلم الكثير عن عملنا لا بأس بالتأكيد ستتعلم مع مرور الوقت بالتأكيد تفضل هذه هي الاوراق قم بمراجعتها جيدا حسنا هل هناك شيء اخر؟ لا شكرا لك يا ماجد لا دعي للشكر انه عملي الى اللقاء غادر ماجد المنزل وقالت رقية لقد قال انني ذكية مثلك ما رأيك ان اعمل معك في الشركة يا امي؟ ليس لانا يا عزيزتي حيث انك لا تعلمين الكثير عن عملنا لقد قال ماجد انني سأتعلم مع الوقت ارجوك دعيني اساعدك حسنا سوفكر في الامر والان هيا لنجهز حقائبنا للسفر وانت يا هدير انتبه للمنزل جيدا حسنا ذهبوا للغرفة وجلست على الاريكة رغم انني حزينة لانني لن اذهب معهما الا انني سعيدة لانني سأظل بمفردي في المنزل دون اوامر من امي ورقية لمدة يومين مر اليومان سريعا وعادة كان هذين اليومين من افضل ايام حياتي بالصباح استيقظت مبكرا لأعد الافضار ولكني تفاجأت حين وجدت رقية ترتدي ملابسها وتستعد للخروج الى ان انت ذهب بهذا الوقت المبكر يا رقية هلم اخبرك يا هدير لقد وافقت امي على العمل معها في الشركة حقا هذا جيد وماذا ستعملين بالشركة مديرة الحسابات ماذا كيف هذا وماذا عن ماجد كما انك لا تجدين الحسابات ولا تعرفين شيئا في الشركة ساتعلم وخلال اسبوع ساكون قد تعلمت كل شيء وماجد سيكون السكرتير الخاص بامي وقبل ان اتحدث خرجت امي من الغرفة فقلت لها كيف فعلت ذلك يا امي رقية لا تعرف شيئا عن الشركة والحسابات هذا ليس من شأنك انها شركة وافعل ما اريد رقية ذكية واثق بها كثيرا اتمنى ان لا تندم على قرارك هذا يا امي انا لا اندم على فعل شيء وتوقف عن الحديث اومأت لها وكنت اشعر بالغضب الشديد مر شهر على ذلك اليوم واصبحت رقية تعمل مع امي في الشركة وتذهبان سويا وتعودان سويا باحد الايام كنت في العمل وانا افكر في هدية لامي بمناسبة عيد الام وبعد تفكير كثير خطرت ببالي فكرة باليوم التالي حين انتهيت من العمل ذهبت لاحضر لها الهدية ثم عدت الى المنزل وحين وصلت وجدتها جالسة امام التلفاز فقلت لها كل عام وانت بخير يا امي لقد احضرت لك هدية متأكدة انها ستنال اعجابك مهلا مهلا انتظري لا تقومي بفتح الهدية الان ساحضر الهدية التي احضرتها لك من الغرفة وقومي بفتح الهديتين معا ذهبت رقيا للغرفة واحضرت الهدية وعانقت امي وقالت كل عام وانت بخير يا امي وانت بخير يا عزيزتي بدأت امي بفتح الهدية الخاصة بي وعبست قائلة ما هذا لقد فكرت كثيرا في هدية لك وتذكرت انك كنت تريدين هذه الحقيبة منذ عدة ايام فقررت ان احضرها لك مستحيل انها حقيبة سيئة للغاية انهت امي حديثها والقت الحقيبة ارضا كيف ذلك لقد كنت تريدينها كما اني كنت اعمل وافرت النقود لأحضرها لك تجاهلت حديثي وفتحت هدية رقيا وكانت زجاجة عطر يا الهي انها هدية رائعة مثلك يا عزيزتي كيف ذلك يا امي انت لديك حساسية من العطر توترت رقيا قليلا وقالت امي لا يهم ذلك اهم شيء قيمة الهدية ومن احضرها سعيدة بها كثيرا شكرا لك يا عزيزتي على هذه الهدية رائعة تجمعت الدموع بعيناي ونظرت على الحقيبة الساقطة ارضا بحزن شديد ودخلت لغرفتي وبدأت ابكي مرت الايام وبيوم بعدما انتهيت من العمل عدت الى المنزل فوجدت امي تنتظرني بغضب شديد اين هي النقود؟ نقود ماذا؟ انا لا افهم شيئا ماذا حدث يا امي النقود التي سرقتها من حسابي البنكي هاي النقود انا لم اسرق شيئا نقسم لكوة كذبة لا يوجد غيرك يمكنك فعلها رقيا من المستحيل ان تفعل شيئا كهذا ولما انت متأكدة هكذا من ذلك لا احد يمكنه ان يفعل ذلك سوى رقيا هل جننت يا هدير؟ ألم اخبرك يا امي انها اصبحت خطيرة علينا اليوم سرقت نقودك غدا لا نعلم ماذا ستفعل شعرت بالغضب يزداد بداخلي وصدمت اكثر حين قالت امي معك حق من اليوم لان تقيمي معنا في هذا المنزل عقابا لك على ما فعلته هيا اخرجي من منزلي امي هل انت جادة في حديثك؟ اجل هيا اخرجي من المنزل الآن بدأت ابكي ونظرت اليها مجددا ثم خرجت من المنزل وانا لا اعلم الى اين ساذهب وماذا افعل بعد الكثير من السير قررت ذهاب للمتجر الذي اعمل به حين وصلت تفاجأت صاحبة المتجر من قدومي هدير هل انت بخير ماذا بك؟ لم اشعر بنفسي الا وانا اعانقها وابكي بالشدة يا اله لما تبكين ماذا حدث اخبريني؟ لقد تردتني امي من المنزل ولا اعلم الى اين ساذهب فأتيت لي هنا لما فعلت ذلك اهدئي واخبريني ماذا حدث بالضبط او مأت لها وبدأت اخبرها بكل شيء وحين انتهيت قالت لي لم اتوقع قط ان تفعل ذلك ولكن لا تبكي يا عزيزتي ستكتشف الحقيقة وستندم على فعلتها هذه اعلم ولكن لم اتخيل يوما ان تفعل ذلك لا بأس اهدئي يمكنك ان تقيمي معي فابني يعمل محامي ولا يأتي للمنزل الا قليلا شكرا لك سابحث عن منزل لدي فكرة جيدة يمكنك ان تقيمي معي الان حتى تجد منزلا جيدا لك حسنا شكرا لك كثيرا لا داعي لشكر انت مثل ابنتي عانقتها بسعادة واغلقنا المتجر وذهبنا معا الى منزلها كانت تعاملني بطريقة جيدة تمنيت يوما ان تعاملني بها امي مرت الايام وبحثت عن شقة بسعر مناسب وانتقلت اليها واستمريت في العمل بالمتجر مر شهر وكانت حياتي هادئة حتى حدث ما لم اتوقع بيوم كنت اسير في الشارع ذاهبة للمتجر لاشتري بعض الاشياء صدمت حين وجدت مرأة تشبه امي جالسة في الشارع وملابسها متسخة امي هل هذه انتي ماذا تفعلين هنا ماذا حدث لك بدأت تبكي بالشدة فعنقتها وقلت اهدئي ارجوك وتعالي معي شقة قريبة من هنا لم تتحدث واخذتها معي للشقة وجعلتها تبدل ملابسها واعدت الطعام لها بعد ان تناولت الطعام نظرت لي وقالت ببكاء هاتذير لك كثيرا يا ابنتي اعلم ان الاعتذار الان لن يفيد بشيء ولكني ندم على ما فعلت وهانا اتحمل عواقب افعالي ماذا حدث لك لقد جعلتني رقيا اوقع على اوراق ولانني اثق بها كثيرا ولم اتوقع قط ان تفعل شيئا سيئا بي قمت بالتوقيع على هذه الاوراق دون ان انظر اليها حين عدت الى المنزل وجدتها تقول لي هيا اخرجي من المنزل لم يعد منزلك الان ماذا تقولين ما هذا الهراء ليس هراء انه حقيقي اصبح هذا المنزل منزلي انا الان وكذلك الشريكة هانا لا اصدق ذلك ماذا بك يا رقيا هذه اوراق تنازل عن المنزل والشريكة وعليها توقيعك هذا مستحيل بتأكيد هذا التوقيع مزيف ليس مزيفا بل حقيقي والان حيا اخرجي من منزلي ولا تأتي لهنا مجددا انتظري صحيح كنت انسى ان اخبرك انا من سرقت نقود من حسابك البنكي واخبرتك انها هدير لتطرديها من المنزل ويصبح كل هذا لانا فقط والان هيا ارحلي صدمت مما قالت وخرجت من المنزل وانا لا اعلم ماذا افعل او الى اين اذهب ظللت جلسة في الشارع بلا مأوى حتى عثرت علي سامحيني يا ابنتي لقد اخطأت كثيرا اتمنى ان تسامحيني يا اله لم اتوقع قد ان تفعل رقيا كل هذا وانا ايضا ولكن لا يهم اهم شيء الان ان تسامحيني يا هدير لا اعلم يا امي لقد قمت بالتفرقة بيننا كثيرا وفعلت اشياء سيئة بي اعلم ولكنني ندم اشد الندم على كل هذا اسامحك يا امي كما اني اشتقت اليك كثيرا وانا ايضا يا عزيزتي اخبريني كيف حصلت على هذه الشقة لقد كنت اعمل من قبل ان اخرج من المنزل لأقوم بتوفير النقود وحين حدث ما حدث جلست قليلا في منزل صاحبة المتجر الذي اعمل به حتى عثرت على هذه الشقة اعتذر لك كثيرا لا بأس اهم شيء اننا الان معا ومنذ ذلك اليوم اصبحت امي تقيم مايا في المنزل كما اني اخبرت صاحبة المتجر بما حدث رغم انني حزينة على ما حدث لوالدتك الا انها تستحق ذلك وهذا عقاب الله لها على ما فعلته بك اجل معك حق مرت الايام وكان كل شيء على ما يرام حتى حدث ما لم اتوقعه بيوم كنت جلسة امام التلفاز وكانت امي نائمة في الغرفة سمعت صوت هاتفيا رم صدمت حين وجدتها رقيا تردت قليلا ولكنني اجبت عليها وقبل ان اتحدث سمعتها تقول ببكاء هدي رأينا انتي اريد مساعدتك ارجوك انا لست بخير ماذا حدث يا رقيا ولما تبكين اين انتي ارجوك اريد رؤيتك اخبرتها بالعنوان واخبرتني بانها ستأتي كنت اشعر بالقلق الشديد وبعد دقائق سمعت صوت ترقب بالمنزل فتحت الباب فوجدت رقيا امامي ثم عنقتني وبدأ التبكي بشدة يا اله ماذا حدث لما تبكين لم تتحدث وظلت تبكي وفجأة سمعت صوت امي وهي تخرج من الغرفة وتقول ماذا حدث يا هدير ثم توقفت عن الحديث حين رأت رقيا فقالت بغضب كيف اتيتي الى هنا وماذا تريدين اعتذر لك يا امي ارجوك سامحيني هو السبب في كل هذا من هو وماذا حدث يا رقيا تكلمي انه ماجد بعدما اخذت منصبه في الشركة واصبح هو سكرتيران كان دائما ما يأتي لمكتبي يخبروني انني ذكية ورائعة واستحق ان اكون مديرة الشركة وليس امي بدأت افكر في الامر كثيرا حتى اصبحت لا ارى نفسي الا مديرة الشركة حين اخبرته بذلك وماذا افعل حتى اصبح المديرة اخبرني ان اضع ورقة تنازل بين الاوراق واجعل امي توقع عليها فعلت ما اخبرني به اصبحت مديرة الشركة لكنني كنت حمقاء وثقت به كثيرا وقمت بعمل توكيل له لانه كان يعلم اكثر مني بادارة الشركة لكنه قام ببيع الشركة والمنزل لنفسه وطردني لم اعلم ماذا افعل فاتصلت بك يا هدير سامحوني اعلم ان الوقت تأخر ولكني نادمة ارجوكم سامحوني لقد ذهب كل شيء الشركة والنقود والمنزل كل شيء ذهب الان لما فعلت ذلك يا رقيا لقد احببتك كثيرا كنت افعل لك كل ما تريدين لقد كنت حمقاء وانانية لم ارى سوى نفسي ارجوك سامحني يا امي وانت ايضا يا هدير هذا ليس وقت الحديث يجب ان نعيد الشركة والمنزل لنا مجددا وكيف سنفعل ذلك؟ ابن صاحبة المتجر الذي اعمل به محامي ساخبره بكل شيء ربما يستطيع مساعدتنا فكرة جيدة وبالفعل تحدثت معه واخبرته بما حدث اخبرني انه سيحاول اعادة الشركة والمنزل لنا مجددا وبيوم سمعت صوت باب المنزل يطرق ذهبت لي افتح فوجدت المحامي مرحبا بيك تفضل بالدخول دخل واعطاني ورقة نظرت بها وقلت بصدمة مستحيل كيف فعلت ذلك؟ هل هذا تنازل منه بالشركة والمنزل؟ اجل ومنذ هذه اللحظة عادت الشركة والمنزل اليكم مجددا حقا انا لا اصدق ذلك شكرا كثيرا لك لا داعي لشكر هذا عملي لقد قمت بعمل خدعة ما حتى استطعت ان اجعله يتنازل عن الشركة والمنزل بطريقتي وها قد عاد كل شيء اليكم مجددا نشكرك كثيرا على مساعدتك لنا ان اردتم اي شيء لا تترددوا باخباري بالتأكيد وباليوم التالي ذهبنا للشركة وطردت امي ماجد من الشركة وعدنا للمنزل اصبحت امي تعملنا بطريقة جيدة ولم تفرق بيننا مجددا واصبحت حياتي افضل بكثير مرت عدة اشهر واليوم عيد الام احضرت هدية لامي وكذلك رقيا وانتظرنا في المنزل حتى عادت من العمل كل عام وانت بخير وسعادة يا امي كل عام وانتم ماي لم نحضر لك هدية لاننا هديتك يا امي اجل يكفي نحن هدية لك نظرت لنا امي بغطاب فضحكت قائلة نمزح معك ها هي هديتك لما احضرتم الهدايا يكفي وجودكم معي حسنا يا هدير هيا لنقم باعادتها لا لا امزح معكما فتحت امي الهدايا احضرت لها فستانا واحضرت رقيا حذاءا انا سعيدة للغاية بكما هيا لنذهب ونتناول الغداء معا بالخارج ونحتفل سويا فكرة جيدة هيا بنا وبالفعل ذهبنا وقضينا وقتا ممتعا معا واصبحت حياتي افضل بكثير وهنا يا اصدقائي تنتهي قصتي اتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم اكتبوا لي في التعليقات ماذا احضرتم هدية لوالدتكم في عيد الام الى اللقاء في قصة جديدة